عقد رئيس مجلس الدولة الصيني لكتشيام مؤتمرا صحافيا هذا اليوم الثلاثاء عقب انتهاء الجلسة الختامية للدولة الأولى من المجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني حيث قال إن الصين ملتزمة بسياسة الانفتاح على نطاق أوسع وتسعى لخفض الضرائب على السلع المستوردة التي من شأنها تحسين مستوى معيشة الشعب وصحبه سياسة الانفتاح هي سياسة الدولة الأساسية إذا كان هناك شيء يختلف عن الماضي فهو هل ستكون الصين منفتحة على نطاق أوسع ومع تكامل الاقتصاد الصيني مع العالم فأغلاق الباب لن يؤدي إلا إلى إعاقة طريق الصين نهدف إلى المزيد من خفض التعريفات الإجمالية خلال عملية الاستيراد وستنخفض أسعار السلع الاستهلاكية اليومية المهمة بشكل ملحوظ كما نخطط لإعفاء الأدوية خاصة الأدوية الملحة لمكافحة السرطان من التعريفات وأريد أن أؤكد على أن الانفتاح يجب أن يكون مسارا ذي اتجاهين مثل ما يتطلب التجليف على جانبي القارب حتى يمضي قدما وأن لا سيدور القارب في المكان نفسه شكرا